كما أكد رئيس سيسي مواصلة الدولة بدل مختلف الجهود المنوطة بها لمواجهة تحدياتها أضف رئيس سيسي أن الدولة تستهدف الوصول بصادراتها إلى 100 مليار دولار لتحقيق التوازن ما بين الإيرادات والمصروفات الدولارية الدولة تبزل جهد كبير جدا جدا للحفاظ على مستوى مش هقول أبدا مناسب ولكن نقدر كلنا مع بعض بالصبر وبالفهم بالصبر والفهم لما نفهم أن ما نحن فيه هو عبارة عن نتاج ظروف إحنا ما مش السبب فيها لا الظروف دولية صعبة لها تدعيات كبيرة جدا جدا على العالم كله وأثرت كتير جدا جدا على تكلفة الحياة سواء كان طاقة سواء كانت سلع أساسية أو حتى مستلزمات إنتاج الدنيا كلها الأسعار كلها ارتفعت ولما أنا يمكن قلت أننا نستهدف 100 مليار دولار كتير مننا كانت توقف قدام الرقم وقال شمعنا 100 مليار يعني أنا عايز أقول لكم على حاجة يعني باختصار شديد جدا جدا عندما نتمكن بأننا يكون حجم الحصيلة الدولارية اللي الدولة إرادتها يعني منها أكبر من مصروف الدولة المصرية سواء كانت تشتري بيها طاقة مواد بترولية أو غيره أو تشتري بيها سلع أساسية محتاجينها لمعيشة الناس أو أي احتياجات أخرى عندما يتساوى على الأقل دخل الدولة المصرية من الدولار ومصروفها من الدولار صدقوني الأمور ستبقى أحسن من كده بكتير وده جهد إحنا بنبذله والكلام ده يمكن اتكلمت فيه قبل كده مع الحكومة من أكتر من ثلاث سنين وقلت إن إحنا محتاجين نتحرك وبسرعة إن إحنا ما يبقاش عندنا أبدا غير حجم أكبر من اللي إحنا محتاجين في كل الأحوال إحنا محتاجين نعمل كده طيب إحنا ماشيين في ده يمكن أنت تسمعتوا يمكن فيه رقم ذكر مبارح أكتر من من 40-50 مليار دولار حجم الصادرات المصرية السنة دي أو في العشر شهور دول طيب ده كفاية؟ لا مش كفاية فأنا بس حبيت أقول لكم أو أقول للناس من خلالكم للشعب المصر كله إحنا آه بنوعاني لكن الحمد لله عايشين وحنقدر نعيش والظروف الصعبة دي حتمر علينا ويا ما مرت على مصر الظروف قصعب من كده والشعب المصري بعزمته وبفهمه وبصبره قدر يتجاوز الظروف الصعبة دي وإن شاء الله إحنا عتجاوزها طيب إحنا عندنا مشكلة دولار كان يمكن الشعرين 3 أو 4 اللي فاتوا كان فيه مشكلة كبيرة في الدولار الحقيقة لكن الحمد لله رب العالمين أنا بقول لكم وبقول للناس في مصر الحمد لله الأمور وزي ما أنتوا شافين إحنا كنتم تسمعوا أن فيه سلعة في المواني الحمد لله إحنا كنا وعدنا للشعب المصري أن خلال شهرين حننهي هذه المسألة والحمد لله إحنا أنهينا جزء كبير منها ومشيين وما عندنا مشكلة في الدولار بقولها لنا كلنا